نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ذل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وميان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وارضا وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الزاكرون الأخيار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغناء أما بعد إخوة أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد هذه الآية الكريمة هي كقول ربنا جل جلاله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد والمناسبة بين الآيتين أن الأولى إنما هي في ذكر الأتباع المقلدين الذين يتبعون كل شيطان مريد من الإنس أو الجن لا يسألونه عن حجته ولا يتثبتون من منطقه وإنما هم صم بكم عمي يتبعون كل ناعق ويقلدون كل زاعق وليس من همهم أن يبحثوا عن برهان أو دليل أما الآية الثانية التي نحن بصددها في هذا الدرس فهي حديث عن المتبوعين المقلدين عن الرؤوس والقادة عن من يقودون الناس إلى الضلال هؤلاء هم الذين تتحدث عنهم هذه الآية ويدخل في ذلك رؤوس الكفر ورؤوس أهل البدع ورؤوس الضلال من سائر الأديان والملل والنحل والفرق وقد تقدى معنا الكلام أن قول ربنا جل جلاله ومن الناس غالبا ما يراد به الذنب كما في قول ربنا جل جلاله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ومن الناس من يعجب كقوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مليد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير انطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوى ها هنا أيضا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير والجملة عاطفة على قول الواو عاطفة والجملة معطوفة على قول ربنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مليد ومن تبعيضية وكلمة الناس من أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها وهي مشتقة من النوس وهو التحرك سمي الناس ناسا لأنهم ينوسون أي يتحركون ومنه حديث أم زرع حين مدحت زوجها فقالت أناس من حلي أذنيا وملأ من شحم عضديا أناسا أي حرك كانت الحلي في أذنها كثيرة ثقيلة حتى إنها تتحرك أذنها بسبب ثقلها قال الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم الجدال تقدم معنا الكلام في أنه بمعنى الخصام والتطارح الحجج والبينات وسمي الجدال جدالا لأن كل واحد من الخصمين يريد أن يجدل صاحبه بمعنى أن يصرعه ويقضي عليه وهذا الجدال يكون ممدوحا مطلوبا إذا كانت الغاية منه بيان الحق والدعوة إلى الهدى والصدع بالبرهان والدليل وهذا الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال له وجادلهم بالتي هي أحسن وحين قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وهذا الذي مارسه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه حين جادل المشركين أولئك الذين كانوا يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أولئك الذين كانوا يجحدون البعث والنشور ويشكون في القيامة ويكذبون بالجنة والنار أولئك الذين كانوا يطعنون في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام لطالما جادلهم وجادل اليهود والنصارى وغيرهم ومما حفظته لنا كتب السنة أن نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر إلى المدينة يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان من أحبار يهود إن جفل إليه الناس فكنت في من جفل فلما نظرت إليه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب فقلت له يا محمد إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراط الساعة وما أول طعام أهل الجنة وهل ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل آنفا أما أول أشراط الساعة فزيادة كبد أما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت وأما أول أشراط الساعة فنار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى المحشر وأما شبه الولد بأبيه وأمه فإذا سبق ماء الرجل أشبه الولد أباه وإذا سبق ماء المرأة أشبه الولد أمه فقال عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام ومثله أيضا لما جاء بعض اليهود المعاندين وقال يا محمد أنت تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ثم التفت إلى من معه وقال إن أجابني خصمته فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بلى إني أزعم أنهم يأكلون ويشربون قال له فإن الآكل والشارب يحتاج إلى أن يتغوط وليس في الجنة أذى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يكون لهم جشاء كرشح المسك تضمر منه بطونهم فبهت الذي كفر جاءه يهودي آخر فقال يا محمد أنت تزعم أن الجنة عرضها السماوات والأرض قال بلى قال له فأين النار قال له عليه الصلاة والسلام إذا جاء الليل فأين يكون النهار فبهت الذي كفر ومثله أيضا لما جاء وفد نصارى نجران وقد أوكلوا أمرهم إلى ثلاثة أحدهم يقال له السيد والثاني يقال له العاقب والثالث عبد المسيح فبدأوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أسلموا تسلموا فقالوا قد كنا مسلمين من قبلك فقال عليه الصلاة والسلام كذبتم يمنعكم من الإسلام ثلاث أي ثلاث خصال عبادتكم الصليب وأكلكم الخنزير وقولكم اتخل الله ولدا فقال له أولئك القوم يا محمد فما تقول في المسيح قال أقول هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قالوا له إن كنت صادقا فأخبرنا عن إنسان ولدا من أم بلا أب فأنزل الله عز وجل قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتلين فوهت الذي كفر هذه كلها إخوتي أخواتي أمثلة لجدال حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة أولئك الذين كانوا يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير كان غرضه صلوات ربي وسلامه عليه إحقاق الحق وإبطال الباطل إظهار الهدى عرض الحق بدليله ومن أجل ذلك أظهره الله عز وجل على من ناوأه أما أولئك فإنهم كانوا مجادلين بالباطل ونبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه وهم يتجادلون في القرآن احمرت عيناه صلوات ربي وسلامه عليه قال لهم أبهذا جئتكم أم بهذا أمرتم زروا المراء لقلة خيره زروا المراء فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان المراء زروا المراء فإن المراء لا يأتي بخير زروا المراء فأنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا فالجدال الذي يراد به الظهور ويراد به التفوق على الأقران ويراد به إظهار التفاصح والتعالم هذا مذموم منبوذ من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة نسأل الله السلامة والعافية ولذلك ربنا جل جلاله ذم صنفا من الناس فقال ومن الناس أي من الناس ناس يجادلون في الله يجادلون في الله يجادلون في وجوده جل جلاله يجادلون في أسمائه وصفاته يجادلون في أمره ونهيه يجادلون في وعده ووعيده يجادلون في حلاله وحرامه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير بغير علم هذا تعميم يجادلون بغير علم لا بعلم قائم على تجربة ولا بعلم أدى إليه نقل صحيح ولا علم أدى إليه عقل صريح بغير علم نفي لمطلق العلم ولا هدى هذا تخصيص ولا هدى ما اهتدوا إلى هذا الذي يجادلون فيه بتجربة ولا بعقل وإنما هو محض الهواء ولا كتاب منير أي بغير وحي فليس لهم عقل هاد وليس لهم وحي عاصم وإنما هم يجادلون لمحض الجدال بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير بغير كتاب يضيء لهم الطريق ومن هذا الصنف إخوتي واخواتي ما كان من شأن عدو الله أبي جهل لعنه الله الذي كان يسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا سمع قول ربنا جل جلاله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي يغلي في البطون كغلي الحميم يقول أما تعجبون يزعم محمد أن في النار شجرة يقال لها الزقوم والنار تأكل الشجر ثم يقول أتدرون ما الزقوم إنه تمر يثرب مع الزبد أتزقمه تزقما هكذا يجادل ويسخر إذا سمع قول ربنا جل جلاله عليها تسعة عشر في الحديث عن سقر فإنه يقول ويلكم أكفوني عشرة وأنا أكفيكم تسعة ومرة يأتي بعض المشركين يقول للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام يا محمد أخبرنا عن ربك أم النحاس هو أم من ذهب أم من فضة أم من رصاص فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فهذا يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومثله أيضا النظر بن الحارث ذاك الذي كان يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن ترتيلا قام هذا الشقي يقول تعالوا أحكي لكم قصصا رستم واسفنديار فتلك أساطير الأولين أتيتكم بها من بلاد فارس مثل ما يقرأ عليكم محمد أساطير الأولين هؤلاء كانوا يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن جدالهم أنهم حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله فقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء وقالوا هذه أنعام وحرص حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون ومن جدالهم في الله بغير علم تحريمهم البحيرة والسائبة والوغوية وصيلة والحام كل هذا وقعوا فيه جدالا وعنادا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير قال جل من قائل ثاني عطفه ثاني من الثني وهو اللي ثاني عطفه العطف هو جانب الإنسان من رأسه إلى وركه جانب الإنسان من رأسه إلى وركه ثاني عطفه الله جل جلاله يبين أن هؤلاء المجادلين بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ما حملهم على ذلك إلا الكبر أنهم متكبرون أسأل الله السلام والعافية متكبرون إما بسبب المال أو بسبب الجمال أو النسب أو الحسب أو كثرة العشيرة والأنصار أو بغير ذلك من الأسباب وهذا المعنى قد ذكره ربنا جل جلاله عن فرعون اللئيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه فتولى بركنه هي كقوله جل جلال ثاني عطفه تولى بركنه أي بجانبه مثل ما قال ها هنا ثاني عطفه والعطف قلنا هو جانب الإنسان من رأسه إلى وركه ومثله قول ربنا جل جلاله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا يصدون ومثله قوله جل جلاله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون لوو وفي القراءة الأخرى لوو رؤوسهم هي كقوله تعالى ثاني عطفه في ذات المعنى والآية نازلة في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي خرج من المسجد غاضبا وترك صلاة الجمعة فلما لقيه بعض الصحابة رضوان الله عليهم خارجا من المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر قال لو ما شأنك أبا الحباب قال قمت أشد عضد صاحبهم فزجروني كأنما قلت هجرا فقال له الصحابي الطيب رضي الله عنه قال له ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله قال والله ما أحب أن يستغفر لي هذا المتكبر المتغطرس وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون هذا الصنف وفرعون تولى بركنه وقال ساحر أو مجنون المنافقون يصدون عنك صدودا ولذلك الأقمان لما أوصى ولده بتلك الوصايا الجامعة كان من بينها ولا تصعر خدك للناس وفي القراءة الأخرى ولا تصاعر خدك للناس هذا الذي إذا تكلم مع الناس هكذا يرفع ليتا ويخفض ليتا ولربما يتكلم مع الناس وهو ينظر إلى أعلى تكبرا وتجبرا هذا هو الصنف الذي قال الله عن ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله قرأها ابن كثير من المكي وأبو عمر البصري ورويس بخلف عنه ليضل عن سبيل الله قراءة ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله ولا تعارض فهو ضال في نفسه مضل لغيره يسأل الله السلام والعافية يعني ما اكتفى بأن يكون ضالا في نفسه بل كان سببا في ضلال غيره وهذا يصدق على أبي جهل ومن كان مثله فإنه كان يتهدد من يريد الدخول في الإسلام يقول له واللات والعزة لنكسدن تجارتك ولنفيلن رأيك يتهدد ويتوعد فهو ضال في نفسه مضل لغيره ليضل ليضل عن سبيل الله واللام ها هنا هي لامكي لامكي على بابها بمعنى أن هذا المتبع للشيطان المريد هذا المجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير حال كونه متكبرا ثانيا عطفه متوليا بركنه صادا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك ليضل ليضل عن سبيل الله هو متعمد للضلال والإضلال ثانيا عطفه ليضل عن سبيل الله قال الله عز وجل مبينا جزاء له في الدنيا خزي الخزي الزل والإهانة الزل والإهانة ونزيقه يوم القيامة عذاب الحريق الله جل جلاله يبين أن هذا الثاني عطفه هذا الصاد عن سبيل الله يعاقبه ربنا جل جلاله بعقوبتين عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية أما العقوبة الدنيوية فالخزي بمعنى الإذلال والإهانة معاقبة له بنقيض قصده فإنه لما ثنى عطفه وتولى بركنه وصد عن سبيله إنما أراد بذلك العلو والرفعة مثل ما كان يقول فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ومثل ما قال الوليد بن المغيرة المخزومي لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ومثل ما قال العاص بن وائل السهمي إن محمدا أبتر فإذا متن استرحنا من دعوته ومثل ما قال أمية بن خلف الجمحي من يحيي العظام وهي رميم هؤلاء جميعا بهذا الجدال بغير علم وبهذا الصد عن سبيل الله أرادوا رفعة في الدنيا أرادوا تحقير شأن النبيين والمرسلين صلوات الله وسلام عليهم أجمعين لكن لكن الله جل 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 عاملهم بنقيض ما أرادوا فكتب عليهم الإذلال والإهانة والصغار في الدنيا قبل الآخرة ويدل على هذا قول ربنا جل 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 إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ويدل على ذلك قول ربنا جل جل إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين أي ذليلين صاغرين وقول ربنا جل جل عن إبليس فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إن ك من الصاغرين كتب الله عليه الذل والصغار مع أنه أراد الكبر لما امتنع من السجود لآدم عليه السلام وهذا الذي يصدقه الواقع هذا عدو الله أبو جهل لعنه الله ذاك الذي طاغ وبغ وتكبر وتجبر وضل وأضل وصد عن سبيل الله يوم بدر أذله الله عز وجل فبطش به بطشة الجبارين وقتل على يد ذينك الغلامين معاذ معوز ابن عفراء رضوان الله عليهما يقول عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه إني لفي الصف يوم بدر وعن يميني وعن شمالي غلامين صغيرين فقلت يا ليتني كنت بين أشب منهما فغمزني أحدهما في غفلة من صاحبه وقال لي يا عمي أتعرف أبا جهل قلت نعم ما شأنك به فقال له لقد علمت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا قال ثم غمزني الآخر فقال لي مثل ما قال الأول فما لبث أن رأيت أبا جهل يجول بين الصفوف فقلت هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه فوثب عليه الغلامان كأسد الشرع وما تركاه حتى أثبتاه تركاه وقد تعطلت حركته وأثخنته جراحه وصار الموت أقرب إليه من شراك نعله ثم بعد ذلك لما وضعت الحرب أوزارها وانجلى غبارها قال نبينا عليه الصلاة والسلام من ينظر ما فعل عدو الله أبو جهل فتطوع لذلك عبد الله بن مسعود فوجد أبو جهل ينازع الموت فصعد على صدره فقال له الخبيث يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعبا قال له بن مسعود يا عدو الله هل أخزاك الله فقال أبو جهل وما على رجل قتله قومه فقال له عبد الله بن مسعود يا عدو الله قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال أبو جهل لا أقولها ولو كان رأسي في قعر جهنم ولو كان رأسي في قعر جهنم فاحتز عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأسه له في الدنيا خزي النظر بن الحارث ذاك الذي كان يصرف الناس عن القرآن بقصص رست وصف ديار أيضا أخذ أسيرا فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران موضع بين مكة والمدينة أمر بأن يستعرض الأسراء فجيء به فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة عرف فيها الموت فقال لمصعب بن عمير يا مصعب إن صاحبك قد نظر إلي نظرة رأيت فيها الموت فاشفع لي عنده فقال له مصعب والله ما أنا بفاعل فقال له يا مصعب واللات والعزة لو أن قريشا قد أخذتك ما كنت أترك هم ليقتلوك فقال له مصعب إني لأظنك صادقة لكنني لست مثلك نبي عليه الصلاة والسلام أمر به ودفع به إلى عاصب بن ثابت بن أبي الأقلح فضرب عنقه له في الدنيا خزي ومثله عدو الله أبو لهب عبد العز بن عبد المطلب الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وقد ظل وأضل هذا الرجل تخلف عن معركة بدر فلما أن جاء البشير بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وقتل صناديد الكفر فرح غلام للعباس بن عبد المطلب فقام عدو الله أبو جهل وطرحه أرضا فقامت أم الفضل رضي الله عنها زوجة العباس رضي الله عنه فقامت إلى عمود فضربت أبا لهب على رأسه فشجته شجة منكرة وقالت له أي خبيث استضعفته أن غاب سيده كما يحمل جر قد تعفن ثم أسندوه إلى جدار وما زالوا يرمونه بالحجارة حتى غيبوه له في الدنيا خزي هذا هو الخزي الذي كتبه الله على كل من جادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ونذيقه ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق نسأل الله العافية في الدنيا أذاقه الله الخزي وأما يوم القيامة فيدخله الله نارا تلذى لا يصلاها إلا الأشقى هذه النار لا تتسلط عليه في قدمي وحدهما ولا في رأسه وحده بل كما قال ربنا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل أينما يولي النار كما قال جلا من قائل ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميد ومن ورائه عذاب غليظ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشويل وجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ذلك الإشارة إلى الخزي الذي كان في الدنيا وعذاب الحريق الذي كان في الآخرة ذلك ولو أن قائلا قال بأن المذكور قريب فلماذا أشار الله إليه بإشارة البعيد الله جل جلاله قال له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ثم قال ذلك والجواب إخوتي وإخواتي بأن العرب تشير بإشارة البعيد تريد القريب وكذلك العكس كما في قول ربنا ذلك الكتاب لا ريب فيه كما في قول القائل أقول له والسيف يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك إنني أنا ذلك أي إنني أنا هذا ذلك أي ذلك الخزي وذلك العذاب ذلك بما قدمت يدك أي بسبب ما قدمت يدك الباء هنا باء السببية ذلك بسبب ما قدمت يدك ومعلوم أنه قد قدم ذنوبا كثيرة ومعاصي عظيمة تارة عصى الله بعينيه بأذنيه بلسانه بيديه برجليه بفرجه ببطنه عصى الله بجوارحه كلها لأنه ما كان يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا فلماذا خص الله ليدين بالذكر الجواب بأنه قد جرى بذلك لسان العرب بأنهم يذكرون اليدين لأن الاكتساب يكون بهما غالبا لذلك تجد في القرآن دائما ذلك بما قدمت أيديكم ذلك بما كسبت يداك ذلك بما قدمت يداك وهكذا ذلك بما قدمت يداك وهذا الكلام يقال له على سبيل الإهانة والتقريع والتوبخ الله جل جلاله يقرعه ويوبخه مثل ما قال جل من قائل لأبي جهل ومن كان مثله ذوق إنك أنت العزيز الكريم ومثل ما يقال لأهل النار فليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وأردكم الحياة الدنيا فليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ومثل ما قال جل من قائل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ومثل ما أن أهل النار يصطرخون فيها يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فيكون الجواب توبيخا وتقريعا وإهانة وإذلالا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ومثل ما يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون هذا كله من باب الإهانة لهم والتقريع والتوبيخ ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ها هنا سؤالان السؤال الأول لماذا جيء بصيغة المبالغة وأن الله ليس بظلام للعبيد والظلام هو كثير الظلم ومعلوم أن نفي الكثرة لا يستلزم نفي القلة ربما يكون فلان من الناس ليس بظلام لكنه ظالم يظلم أحيانا وقد علمنا من أدلة القرآن أن الله عز وجل منزه عن الظلم كله دقه وجله قليله وكثيره لا يصدر منه ظلم أبدا قال جل من قائل ولا يظلم ربك أحدا وقال جل من قائل إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وقال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيبة وقال جل من قائل ولا يظلم ربك أحدا وما الله يريد ظلما للعباد ونحو ذلك من الآيات وفي الحديث القدسي في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلماذا قال جل من قائل وما ربك بظلام والجواب كما قال المفسرون رحمهم الله بأن الظلم لو تصور أنه يقع شيء يسير منه على كل واحد من العباد وهؤلاء العباد لما كانوا من الكثرة بحيث لا يحصيهم إلا الله وكان هذا الظلم بالنسبة إلى كثرتهم سيكون كثيرا جيء بصيغة المبالغة ها هنا فقال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد فنفي الظلم الكثير باعتبار كثرة العباد وإلا فربنا جل جلاله لا يقع منه ظلم أصلا لا قليلا ولا كثير السؤال الثاني لماذا قال جل من قائل وما ربك بظلام للعبيد بينما قال في آيات أخرى ما الله يريد ظلما للعباد لماذا جئها هنا بهذا اللغ العبيد قالوا للدلالة على مسكنتهم وقلة حيلتهم وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد إخوتي أخواتي هذه الآيات فيها فوائد أولاها زم المجادلين في الله بغير علم وأن الجدال ليس مذموما إذا كان مبنيا على علم أو هدى أو كتاب منير إنسان يجادل معه الدليل العقلي أو معه الدليل النقلي الذي هو من الوحي أو أنه اهتدى إلى ذلك بتجربة صادقة فهذا ليس مذموما قال أهل التفسير رتب الله سبحانه وهذه الأمور الثلاثة أحسن ترتيب فقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فبدأ بالأعم وهو العلم وأخبر أنه لا علم عند المعارض لآياته بعقله ثم انتقل سبحانه إلى ما هو أخص وهو الهداء ثم انتقل إلى ما هو أخص وهو الكتاب منير فإن العلم أعم مما يدرك بالعقل والسمع والفطرة العلم أعم وأخص منه الهدى الذي لا يدرك إلا من جهة الرسل وأخص من الهدى الكتاب الذي أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام فإن الهدى قد يكون كتابا وقد يكون سنة من فوائد الآيات ذم الكبر وأهله ويكفي في ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام والذي نفس بيده لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وقال الله جل جلاله فلبئس مثوى المتكبرين من مظاهر الكبر لي العنق كما قال سبحانه عن المنافقين لو ورؤوسهم لو ورؤوسهم وها هنا ثانية عطفه من فوائد الآيات أن الكبر والضلال والإضلال أخلاق متلازمة نسأل الله العافية والسلامة يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره هذا من آيات الله العجيبة فإنك لا تجد داعيا من دعاة الكفر والضلال إلا وله من المقت بين العالمين واللعنة والبغض والذم ما هو حقيق به وكل بحسب حاله وربنا جل جلاله قال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعونا إلى الإيمان فتكفروا ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من ثنى عطفه استكبارا عن الحق وإعراضا عنه عامله الله بنقيض قصده فأذله وأهانه وذلك الذل والإهانة نقيض ما كان يؤمله من الكبر والعظمة وهذه الفائدة قد ذكرها العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وهذا الصنف من الناس هذا الذي تكبر وثنى عطفه جمع الله له بين خزي الدنيا وعذاب الآخرة وهذا العذاب قد جاء جزاء وفاقا لمقترف من ضلال وإضمال وقول ربنا جل جلاله وما ربك بظلام للعبيد أو إن الله ليس بظلام وأن الله ليس بظلام للعبيد فيه نفي الظلم عن الله جل جلاله بإطلاق أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين ونبقى مع فاصل يسير أرجع بعده لاستقبال أسئلتكم فكونوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخونا إسماعيل زكريا يقول جزاء القتل العمد التخليد في النار والمسلم لا يخلد في النار فكيف ذلك يا إسماعيل أحسن الله إليك ربنا جل جلاله يقول من يقتل مؤمنا متعمدا وجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما والخلود يا أخي يطلق على البقاء الأبدي السرمدي ويطلق كذلك على المكس الطويل على المكس الطويل ومنه قول القائل ألا لا أرى على الحوادث باقيا ولا خالدا إلا الجبال الرواسية الجبال الرواسي خالدة باعتبار مكسها مكسا طويلا وإلا فيوم القيامة كما قال ربنا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وقال وتكون الجبال كالعهن المنفوش وقال وسيرت الجبال فكانت سرابا وقال ويوم نسير الجبال فالخلود الجبال بمعنى مكسها في أماكنها زمانا طويلا فكذلك القاتل عمدا يمكث في النار ما شاء الله له أن يمكث وأما الخلود الأبدي السرمدي فولمن ماتوا عن الكفر وقد دلت على ذلك ثلاث آيات من القرآن قول ربنا جل جلاله في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وقوله جل جلاله في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وقوله جل جلاله في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فبالنسبة لأهل الكفر الله جل جلاله نص على التأبيد أما القاتل عمدا فالله جل جلاله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ما قال أبدا خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أخونا إبراهيم البدري أحسن الله إليه يقول في صلاة فجر يوم الجمعة نقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى وفي الثانية سورة الإنسان هل يشترط أن نقرأها كاملة أم نكتفي بعض منها لا السنة قراءة قراءتهما كاملتين لكن لو وجدت أن ذلك يشق على الناس وأنهم لا يتحملون فقرأ سورا سواها من المفصل من المفصل إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت والشمس وضحاها ونحو ذلك وإلا من أراد أن يتبع السنة ولم يكن ذلك شاقا على الناس فليقرأ السورتين كاملتين وليستا بالطويلتين طولا مفرطا بل سورة السجدة فيها ثلاثون آية وسورة الإنسان فيها كذلك ثلاثون آية الطيب أحمد يقول ما حكم الشخص الذي لا يحافظ على أداء الصلاة أحيانا ومن ثم يعود ويقضي خصوصا لمن كبر في السن الله يا أخي من كبر في السن حري به أن يحافظ على الصلوات المكتوبات وأن يحرص عليها وأن يؤديها في أوقاتها لأن الأجل قريب واللقاء الله قدنا وينبغى أن يلقى الله بأحسن ما عنده فما يضيع الصلاة المفروضة ولا يتهاون بها ويؤديها على الحالة التي يستطيعها إن كان يستطيعها من قيام قام وإلا صلى جالسا عبد الله سيد يقول ما هو التوقيت الأفضل لأذكار الصباح والمساء أما أذكار الصباح فأفضل أوقاتها ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وأما أذكار المساء فأفضل أوقاتها ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ولا مانع أيضا أن تقال بعد صلاة المغرب والله جل جلاله قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها محمد يقول ما حكم من يصلي الشفع والوتر جالسا ما في إشكال الشفع والوتر كلاهما سنة والسنة تجوز من جلوس ولو كنت قادرا على القيام لكن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم الذي يصلي قاعدة له نصف أجر من يصلي قائما سامر يقول ما حكم الشرع في مصادرة الدولة للبضائع المهربة لدولة أخرى يا سامر الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض الأصل أن الناس يضربون في أرض الله والجالب مرزوق والمحتكر ملعون لكن الدول الحديثة والتي صار بينها حدود وصار بينها اتفاقات تتضرر من نقل البضائع بغير الطريقة النظامية ويؤدي ذلك إلى إغلاء الأسعار على مواطنيها ولذلك تمنع تهريب السلع والواجب الالتزام بذلك بكري يقول هل يجوز أن أصلي الوترة ثلاث ركعات متوالية دون الجلوس والتشارد خلال ركعتين نعم يجوز صليها ثلاثا متصلة ولا تلس إلا في آخرها وهذا أقرب إلى السنة وقد كان يفعله نبينا عليه الصلاة والسلام يقول بكري أيضا ما حكم قص اللحية نقول اللحية إذا فحشت وقالت فلا بأس أن تأخذ من طولها وعرضها كما كان يصنع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإنه كان إذا أراد نسكا قبضا على لحيته من آخر ذقنه فما زاد على القبضة أخذه وثبت هذا في صحيح البخاري أما إذا كانت اللحية معقولة فخير لك أن تدعها وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية تملأ لحيته صدره حساب فيسبوك تقول أنا فتاة عمري سبعة عشر عاما أحيانا أخرج من منزلي وأنا ألبس شبط وتكون رجلاي مكشوفة فلا ذا حرام وهل أرجل المرأة عورة ويجب تغطيتها عند الخروج من المسجد يا بنيتي المرأة يجب عليها أن تستر بدنها كله سوى وجهها وكفيها والقدمان واجب سترهما فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال ما أسفل الكعبين من الإزار في النار قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله فما تصنع النساء بذيولهن قال يرخينها شبرا قالت إذن تنكشف أقدامهن قال يرخينها ذراعا ولا يزدنا النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا أباح للمرأة أن ترخي ثوبا ذراعا بعد الكعب ذراع بعد الكعب لألا تنكشف قدماها فعلم بذلك أن القدمين عورة فيجب عليه سترها إما أن تلبسي حذاءا ساترا أو أن تلبسي جوارب أو أن يكون الثوب سابغا يغطي ظهورا قدميك طيب صلاح الصديق صلاح علي الصديق يقول كنت أصلي الشفعة وجلست للسلام وقرأت التشهد وقمت ناسيا للركعة الثالثة فماذا أفعلت تمادى تعتبر هذه الوتر فكله جائز جائز أن تصلي ركعتين ثم ركعة تسلم ثم تأتي بركعة وجائز أن تصلي ثلاثا متصلات وجائز أن تصلي أثنتين تتشهد ثم تقوم فتأتي بالثالثة وتتشهد وتسلم كل ذلك جائز إن شاء الله طيب نختم بهذا السؤال يقول عاطف فادي سورة الألعام نزلت جملة واحدة على الرسول عليه الصلاة والسلام شيء على سبعون ألف ملك هل وردت أحاديث في السنة عن فضل تلاوتها مثل سورة البقرة والكهف لا ما ورد حديث بخصوصها لكن يشملها قول نبينا عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف إخوتي أخوات نقف عند هذا الحد ويتجدد لقاؤنا إن شاء الله عشية الغد أسأل الله أن يجمعنا على الخير حينا بعد حين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ذل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر